طالب الكلم العذاب وراجيا إصلاح قلب مثقل خطائي أقبل وحث السير جهدك لا تني يمّم بوجهك روضة العقلاء فالعقل في روض الفضيلة راتع والصدق في بحبوحة النجباء فالعقل في روض الفضيلة راتع والصدق في بحبوحة النجباء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء روضة العقلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي سلام لو رآه الناس يزهل مد نحوه كل الأياد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عضو من الأعضاء من أهمها مقاما وأحلاها بيانا به تنطق الحروف والكلمات وبه تتحرك الجيوش والعساكر وبه تصف النفوس وبه ترتاح الخواطر بحروف من نطقه قد تتعادى الدول وبحروف من نطقه قد تجتمع الأزواج والأحبة اللسان اللسان إما أن يزرع فيك العظمة وإما أن يرديك إلى السفلة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد يا الله كم نحن اليوم بحاجة إلى أن ندرك أن هذا اللسان يحتاج منا إلى سجن ومراقبة الطلاق بدايته كلمة أليس كذلك والحب بدايته يا الله اللسان هذا عود لسانك قول الخير تحظى به فالإنسان إما أن يغرس بذور المحبة باللسان وإما أن ينشر الشوك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء بعضنا اليوم لسانة في داخل البيت غير لسانة خارج البيت صح ولا لا بر البيت إذا جاء يكلم حتى بالتليفون يكلم صديقة كيف يحيه أحسن عبارة صح ولا لا وإذا جاء ينادي أم العيال صح ولا لا إذن ميزان اللسان عندنا متغاير ولذلك ذكره الله عز وجل في التعامل مع الوالدين فلا تقل لهما أف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا كَرِيمًا يا الله يا الله في كثير من الأحيان الأب بحاجة يسمع من ولده أحسن عبارة الله يكرمك يا أبوي الله يرم عليك يا أبوي ما قصرت عني يا أبوي والأم بعض الأحيان بحاجة أن تسمع من ولدها الدعاء كما كان يسمع منها الدعاء تخيلت أولدك كل ما شافك قال لك يا أبوي الله يطول في عمرك كل ما رأاك بتقوم يا ربي عينك يا ربي يجعلني أسعدك يوم من الأيام شفت الكلمة كيف تؤثر شفت العبارة كيف تؤثر في كثير من الأحيان يحتاج الأب أن يسمع من الولد الكلمة الطيبة ولذلك بعض الناس محروم من هذه النعمة لساننا مع زوجاتنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا حميراء ما أروع أن تقول لزوجتك ما أروع أن تقول لزوجتك أسأل بعض النساء أقول لها أسأل الله عز وجل أن يصلح زوجك قولي آمين قالت الله مثل ما الله جمعني معاه في الدنيا أسأل الله لا يجمعني بفي الجنة شفت العبارة ها ها كم مرة قالت لك زوجتك نجتمع في الجنة إن شاء الله شفت العبارة الجميلة كيف ها العبارة الجميلة أن تعبر بهذا اللسان ولذلك موسى مع فرعون أراد الله أن يعطينا نحن الدرس ما هو فرعون ركزوا معاي أراد الله أن يعطينا درس من موقف موسى مع هارون لما أراد أن يرسلهم إلى فرعون قال لهم فقول له قولا إيش خشنا كريها سبا شتما لعنا حني إذا اختلف بعضنا مع بعض والتقيت أنت على طول مع محمد أول شيء شو تقول له أهلا حبيبي ولا شو تقول له سبا تجتمى وتنهال عليه بالكلام أراد الله أن يقول لنا عن موسى و هارون لفرعون أكبر طاغية فقول له قولا لينا لعله اللي بينك وبين خصومة اسمع معي الدرس كل من بينك وبين خلاف إياك أن تسلط لسانك عليه هل رأيتم كلكم يوم من الأيام أن الكلمة السيئة عالجت مشكلة هل رأيتم يوم من الأيام أن اللعن حل مشكلة هل رأيت يوم من الأيام أن خلافك مع زوجتك و مع أبوك و مع أخوك جاء بالغلظة و الفضاضة أم جاء بايش باللين الرحمة اللينة هذه فبما رحمة من الله إيش لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك يا الله صلى الله على محمد كم نحن بحاجة إلى أننا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد إيش طيب راقب هذا اللسان اجعل له ميزان الآن لو تفتح المذياع و اطول عليه و لا على الجوال و اطول على الصوت لأعلى قوة تستفيد أليس اللسان بحاجة إلى لأنك إن تركت اللسان بلا قيد وقع في غيبة فلان و سب فلان و لعن فلان و شتم فلان لماذا لماذا تخسر الحسنة أنت لو جاء واحدا الآن و أخذ أموال من جيبك دون إذنك ماذا تفعل فيه أتدرون من المفلس قالوا المفلس يا رسول الله من ليس له دينار و لا قال و لا كن المفلس من يأتي يوم القيامة و قد شتم هذا و ضرب هذا و سفك دم حافظوا على أعراضكم بهذا اللسان انظروا إلى القذف ليه محرم و من كبائر الذنوب اللعن لماذا محرم لماذا كلها من عواقب الألسنة يقول الشاعر لسان الفتى نصف و نصف فؤاده و لم يبقى إلا صورة اللحم و الدمي إذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان طالع لسانه كيف ينطق كيف يتكلم إن أردت أن تكون من أسعد الناس طالع العبارات التي تنتقيها لو أردت تخاطب ملك من ولوك الدنيا أو رئيس من رأساء الدنيا بأي شيء تذيّل الخطاب في البداية بأحسن إيش العبارات وأحسن الأوصاف لماذا لا تجعل الناس كلهم ملوك في حياتك و لماذا لا تجعل الناس كلهم وزراء في قلبك و لماذا لا تكون محترما حتى مع الإنسان اللي بالشارع عامل البلدية و السائق و سائق الأجراء و كل إنسان بسيط في الحياة لا تفرق بين الناس في عباراتك إياك أن تفرق الكبر قد يكون حتى في العبارات و لذلك احترم الآخرين تكن من أسعد الناس أسأل الله أن يرزقنا لسان صدق و أن يرزقنا لسانا لا يعرف إلا قول الخير و لن نطق إلا بالخير و لا يعرف إلا نشر الخير أسأل الله عز وجل أن يجعل ألسنتنا شاهدة لنا بالحسنات و أن لا يجعلها شاهدة علينا بالسيئات يوم يختم الله على أفواهنا و تتكلم أيدينا فأسأل الله أن يغفر لنا و صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم آمين اللهم آمين وإلى آمين فالعقل في روض الفضيلة راتع والصدق في بحبوحة النجباء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترعى العمر في الدهماء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترعى العمر في الدهماء روضة العقلاء